يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الترند كالعادة أخبار مهمة وتفاصيل كتير غاية في الأهمية من تلال فقرات هذا البرنامج المتنوعة سواء على صعيد المحلي صعيد العالمي وبكل تأكيد أهم شيء بخصنا هي آخر أخبار وتفاصيل نادينا الحبيب النادي الأهلي ستكون معنا في تفاصيل كتير جدا جدا متخص الفري الأول لكرة القدم تحديدا والنادي ككل بأمر طبيعي فبالتالي حلقة مهمة جدا لكن الأهم توصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وبيتعلق بمنتخبنا الوطني واللي عنده مباراة أمام الجابون غدا في آخر جوالات التصفيات الأفريقية الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم 22 في قطر بعدما المنتخب خلاص حسن تأهله بشكل رسمي فبالتالي توقعات حضراتكم للتشكيل المنتخب في مباراة أمام الجابون غدا المباراة ستنطلق في تمام الساعة ثلاثة عصرا على أستاذ الجيش بورج العرب تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق راح اليوم ويستقن في تدريباته غدا وفي التريند المحلي كيروش يعدل تشكيل المنتخب أمام الجابون وأخيرا في التريند العالمي رونالدو سنتأهل لكأس العالم طبعا نتمنى أن رونالدو يتأهل لكأس العالم من برحكات هزيمة مفاجأة لفرسطغال أمام سربيا في الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة بعدما كان بورتغال تقدمه بهدف ريناتو سانشيز في ديال تانية تقريبا لكن المنتخب السربي منتخب قوي جدا وقدر أنه يرجع في المباراة ويفوز ويتأهل كأس العالم بالتالي بورتغال حيلعبه في الملحق الأوروبي فالفرص ممكن تكون مش سهلة لمنتخب البرتغال لكن في نفس الوقت كأس عالم غير رونالد أو ميسي أو كمان صلاح إن شاء الله منتخبنا يروح النجوم الكبار دول حيبقى موضوع صعب شوية على محب كرة القدم فنتمنى له التأهل طبعا بكل تأكيد خلينا أقول لحضراتكم مباريات اليوم بالتحديد في التصفيات الأفريقية المهائلة المؤهلة لكأس العالم النهاردة في مطش اتلعب وخلص خلاص ما بين كينيا ورواندا انتهى بفوز كينيا اتنين واحد مباراة أخرى ما بين نبيبيا وتوجو انتهى بفوز توجو واحد مباراة النهاردة كلها ملهاش أهمية ومنتخبات يتلعب ملهاش فرص الصعود فرصها خلاص تلاشت تماما في مطشين الساعة 6 ما بين النيجر والجبوتي وغينيا بيساو مع السودان أيضا في تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أما بخصوص التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم فزول هذا التوقف الدولي وفي البعض بيحب أو الكرة الأوروبية وكمان بيحب الدوريات الأوروبية فخلاص احنا على وشك عودة الدوريات الأوروبية وكمان الدوري المصري خلال أيام قليلة النهاردة أيرلندا الشمالية الساعة 9 الاربع مع إيطاليا في نفس التوقيت سويسرا مع بلغاريا في نفس التوقيت بولندا مع المجر 10 الاربع تحديدة مش 9 الاربع وسان مارينو مع إنجلترا الساعة 10 الاربع أيضا دي مباريات اليوم في مختلف التصفيات سواء الأفريقية أو الأوروبية عندنا كلام كتير وأخبار بخصوص النادي الأهلي في منها صحيح وفي منها خاطئ وخاطئ جدا أوي كمان يعني قول خاطئ براحتك حنعلقك على كل هذه الأمور وهذه الأخبار بعد الفاصل استنونا كل التوضحات طيب أنا يعني دايما بحب أدخل سخني كده على طول يعني نتكلم في صلب الموضوع مرة واحدة مع إننا احنا تناولنا القصة دي أكتر من مرة على مدار الفترة اللي فاتت لكن بما إن فيه توقف دولي ما بيبقاش فيه أخبار كتير جدا على الأندية فبالتالي بعض المواقع بتبقى مركزة بالتحديد مع النادي الأهلي بخصوص إيه؟ بخصوص إن الأهلي الدنيا مستقرة الأهلي كذبان الزمالي الخمسة كذبان البنك واحد كذبان اسماعيل أربعة ومفيش انطلاقة ولا أحلى ولا أجمل من كده في بطولة الدوري فلازم يا جماعة نشوف الأخبار يعني لازم نعمل أي حاجة نعمل إيه بقى؟ تعال نتكلم على فولندا مشي فولندا عايز يمشي فولندا مستقرة على رحيله بل كمان فيه ناس بعد لعيب بعيته خلاص مشيته من الأهل زي المثال اللي أنا حوره لكم دلوقتي الزملاء في اليوم السابع بكن اليوم كل التقدير والاحترام ويعني تقريبا معظمهم صحابي يعني تمام لكن نزله خبر غريب قوي انبارح كده عملا أقلب بعد ما روحت من الحلقة بتاعت انبارح فلقيت الخبر اللي حرارتكم شايفينه ده بيقولك إيه بقى؟ أرقام أليو ديانج مع الأهل بعنوان إيه؟ إيه هو العنوان؟ قالك ماذا قدم الدبابة المالية أليو ديانج مع الأهل قبل اقتراب رحيله اللي هو خلاص يعني تم الاستقرار على رحيل ديانج يعني الأهل خلاص تفاوض وباع واتفق وبيجيبوا باقي إحصائيات ديانج وأرقاموا كل الكلام من ده هم اللي باعوا ديانج مش الأهل هم اللي حيمضوا عقود بيع ديانج مش الأهل هم اللي حيقرروا بيع ديانج مش الأهل طبعا نحن مش مختلفين على إمكانيات ديانج العظيمة لعيب كبير جدا مش مختلفين إنه هو يقدر يلعب فأقوى فرقة في العالم أي واحد متابع جيد للنادي الأهل واللي ديانج يعرف إن الإمكانيات اللي عيب ده إنه هو يلعب عادي في أوروبا يعني فيش أي مشكلة خالص لكن مش معنى كده إن الناس تاخد قرارات للنادي الأهلي أو للناس تقولك أخبار مش حقيقية إن ديانج خلاص مشي من نادي الأهلي وإنه اقترب من الرحيل على النادي الأهلي ده كلام غير حقيقي بالمرة والأهلي لم يستقر على بيع ديانج طب أديك الأسخم من كده ما فيش أي عرض رسمي جل النادي الأهلي بخصوص ديانج أو حتى بخصوص أي لعب أنا الكلام ده قلته مبارح وقلته أول مبارح وقلته كذا مرة وبأكده على حضراتكم تاني النهارة وبأكده على الزملاء في مختلف المواقع ما فيش أي عرض رسمي وفيش ورقة مكتوبة جت للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج خالص ولا بخصوص أي لعيب الناس هتقول لك أفشي الناس هتقول لك وأنا عامل فكرة النهاردة في الحلقة بالمناسبة في ترند الأهلي جايب لكو كم هائل هائل من الأخبار اللي بتتكلم على الرحيل لعيب الأهلي تقريباً ماشي القايمة كلها ما بين بقى لعيب عايز همشي ولعيب عايز يطلع أعارة ولعيب ماشي خلاص وكلام منت يعني حاجة غريبة بالنسبة لي بصراحة وممكن استغراب ما يكونش كبير قوي لأن احنا في فترة توقف دولي فما فيش أخبار وما لازم كل يوم أطلع أخبار على الأهلي وعى الزمالق وعى الفرق الكبيرة دي لازم يبقى فيه شغل يعني وما فيش مشكلة أن الناس تشتغل بس لازم يكون المعلومة صحيحة ومؤكدة فأنا معرفش والله مين الصحفي اللي كتب ده في اليوم السابع كان من الاحترام يعني موقع كبير جداً طبعاً جداً لكن معرفش مين الزميل اللي كتب الخبر ده لكن أنا بقوله الكلام ده مصح وبأكد على حضراتكم من الكلام ده مش حقيقي بالمرة تعال بقى شوف الأرقام اللي هو كتبها لك لأن الكاتب حتى الأرقام غلط ما دي برضو جزئية ما ينفعش نخفالها لما نتكلم على شغل وجانب مهني فلازم يبقى الكلام صح قالك إيه؟ قالك ديانج جاب خمس بطولات مع الأهل واحد سوبر أفريكي واحد دوري المصري واحد كاس مصر واحد دوري أبطال أفريكيا واحد كاس سوبر المحلي طيب انت بقى كمشاهد أدي رقم واحد وكصحفي في الموقع ده رقم اثنين ما تعرفش أن ديانج خد دوري أبطال أفريكيا مرة تيمة عن نادي الأهل ولا دوري أبطال أفريكيا بتتحسب في المباراة الأخيرة بس على أساس أن ما سن ديانج ملعبش مباراة الزمالك في نهاء القرن بتاع القادية ممكن علشان كان عنده كورونا ومش مهمة بقيت البطولة خالص فبالتالي هو ما خدش البطولة دي وخد بس المطش اللي لعبه مع الأهل مع كايزر شيفز في النهائي بتاع العشرة فبالتالي هي البطولة دي تحسب له فحتى لما نيج نركب نكتب الأرقام نكتبها صح الإحصائيات نكتبها صح ما يبقاش بالمنظر ده ما يبقاش بالشكل المغلوط ده فدينج واخد بالمناسبة اثنين دوري أبطال أفريكيا بالمرة بقى بما أنه أصلا الخبر غلط لكن كمان الإحصائيات غلط ده إن ده اللي يدل على إيه يدل على إيه يدل إن في البعض بيحاول يستنتج وده جزء من الشغلان أنا أستنتج الخبر مين متقلق دلوقتي في الأهل مين لعب جمد أو أجمد لعب في نص وسط أفريكيا كلها في المركز ده مين هو ديانج من غير ما تفكر هو ديانج طبعا الرجل ده ماشي بشكل كويس أكيد حيجي له عروض ده استنتاج منطقي بالمناسبة أكيد حيجي له عروض فنسبة أنا ده في عرض وخلاص اقترب من الرحيل فأقول لك أرقام حتى أروح منزل الأرقام غلط لأن أنا معرفش بقى دي صربعة ولا بتتحسب إيه لكن ما فيش أمانة بنسبة كبيرة جدا في الخبر مش بشكك فأي حد طبعا لكن هو لمجرد أن أنت عايز تملى أخبار كامل الاحترام والتقديج لهم كلهم لكن في نفس الوقت لازم يبقى فيها جماعة معلومة مؤكدة عشان ننشرها عشان الناس تسدها المعلومة مؤكدة لما أقول لحضراتكم ديانج لحد دلوقتي ما جالوش أي عرض ولو جاء أي عرض لديانج ما أعتقدش ما أعتقدش لأنه ده قرار طبعا النادي في الأول وفي الأخر لكن أقول لحضراتكم توقع لقراءة المشهد والأمور وداخل النادي الأهلي ما أعتقدش خالص أنه سيتم بيع ديانج وقد يكون التفكير في بيعه مع نهاية الموسم في السيف لأنه سيكون فيه متولة مع أفرقية ومع منتخب مالي لعيب أساسي ممكن يتقلق بشكل كبير فيجيله عروض الأهلي هيعمل إيه سعيتها هيفكر في مصلحة النادي ومصلحة اللاعب وحيشوف إيه الأنسب لو عرض مناسب قوي جدا ربما ربما يوافق النادي الأهلي الله أعلم سعيتها إيه اللي هيحصل فأنا حبيت أبتدي بالجزئية دي لأن الموضوع ده شوية بقى فيه مبالغة وبقى فيه أخبار كتير جدا جدا في الجانب ده تحديدا فأنا قلت أقول لحضراتكم المعلومة المؤكدة في موضوع دي تعالوا بقى نتكلم لأن خلاص التوقف الدولي بيخلص فعايزين نتكلم شوية عن النادي الأهلي بكرة ماتش المنتخب حنروح للمنتخب لاحقا في جزء لاحق من الحلقة لكن النادي الأهلي يعني عدتدى انطلاقة ممتازة في بطولة الدوش كسبت الإسماعيلي أربعة كسبت البنك الأهلي واحد تمام؟ كسبت الزمالي خمسة فبالتالي مفيش أحلى من كده أقوى خط هجوم في الدوري بعشر أهداف مع أول ثلاث جوالات لكن الأهم اللي جاي انت لما كسبت الثلاث جوالات دول بالتفوق والجدارة والاستحقاك انت لسه ما حققتش حاجة انت لازم تستغل الانطلاقة دي فيما هو قادم من مباريات في بطولة الدوش لازم الانطلاقة دي تكون أكبر دافع بالنسبة لك انك تقدر تكسب وتقدر تلم عدد كبير من النقاط في بطولة الدوش ليه؟ لأن يا جماعة بصراحة بصراحة المنافسة قوي جدا ما تبصش لنتيجة مباريات الأهلي وزمانك أن الأهلي يكسب الزمالك خمسة الزمالك نادي كبير فريق محترم خايمة جيدة من اللاعبين ما نقدرش نقول غير كده انت أفضل اه طبعا انت قيمتك أفضل لكن في نفس الوقت المنافسة موجودة فعندك الزمالك عندك بيراميدز عندك بعض الأندية اللي بقى عندها تدعيمات بإمكانيات كبيرة جد أمثال فاركوة فيوتشر اللي التحاد السكنداري مش عايز أنسى حد فيه فرق تقيلة جدا فبالتالي مهم انت تعمل ايه؟ تستغل الانطلاقة دي في انك تواصل الانطلاقة بالشكل المميز وتقدر تلم نقاط لأن في كل الأحوال يا جماعة برضو عشان نبقى صرحة مع بعض واضحين ممكن نقوم عن التحكيم السنة اللي فاتت ان كان فيه أخطاء تحكمية وده فعلا كان فيه أخطاء تحكمية لكن في نفس الوقت كان فيه تقصير كبير من الفرقة في نفس الوقت احنا اتدلعنا شوي النادي الأهلي بصراحة اتدلع السنة اللي فاتت شوي الفرقة اتدلعت شوي بعض المحطات بسبب ظروف مختلفة وبسبب ان انت كنادي أهلي عندك شعور دائم انت ممكن تكسب اي مبارا في اي وقت بحكم امكانياتك وقوتك وقائمتك الكبيرة ولعبتك المميزة فده ادل ايه ادل لبعض من التراخي الغير مقصود ابدا من لعب النادي الأهلي بالتالي ادل ايضا ادل فقد عدد من النقاط اللي كانت سهلة اول لنادي الأهلي الموسم اللي فات فبالتالي ادل ايه برضو انك خسرت بطولة الدوري هي عوامل كلها اتحدت مع بعض وخسرتك بطولة الدوري فكان فيه احنا قصرنا شوية لازم احنا بقى نتعلم من الدرس التعسل الفات الدي ان انت ابتدت بداية ونسبة قوي كملها عندك مطش المقولين عندك عدد من المطشاط المهم وانا هاعرض لحضراتكم دلوقتي جدول مطشاط الاهلي اللي حيبتدي من يوم الجمعة اهو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة عندك الاهلي مع المقولين فرقة في الكورة رخمة مدرب كويس جدا الكابتل عماد النحاس مطش يوم الجمعة اللي هو يوم 19 من الشهر الجاري هتكون على السيد الاهلي والسلام مباراة صعبة طبعا مباراة صعبة بص بقى المباراة اللي بعديها اللي هتكون يوم اللي اتنين على طول هتلعب مع مين هتلعب مع غازل المحلة غازل المحلة اللي عنده 7 نقاط من اصل 9 في بطوط الدوري هذا الموسم لعب 3 مطشاط اتعاد المطش يعني لو انا الذكرها مش خيناني يعني اتعاد المطش وكسب 2 فعنده 7 نقاط بادي بداية ممتازة فمطش صعب صعب وفي المحلة وانت السالفات اتخسرت من المحلة هناك في ملعبها فادي ممباراة تانية صعبة انا بتكلم عن المطشاط بقى اللي قبل التوقف بتاع كاس العرب وبعد كيه عندك سموح فرقة كبيرة بامكانيات كبيرة كابتنا احمد سامي بلعبته المميزة بكلام من ده فمطش كمان صعب هيكون يوم الخميس 25-11 وبعد كيه بقى فيه توقف وبعد كيه هيبقى عندك future pyramids مطشين جندين قوي 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 فبالتالي انت مهم ايه تركز على الثلاث مطشاط اللي جايين دول علشان تقدر ان انت تتحقق فيهم تسع نقاط اخرين تضيفهم لرصيدك وتبقى وصلت أو وصلت الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري عشان تتفادى ما حدث في الموسم الماضي من انتكاسات أو دروبات بسيطة جدا خسرتك بطولة الدوري فالمسئولية هنا على مين على الجهاز الفني واللعبين اه طبعا فرحانين بيهم ومبسطين بيهم جدا وطيرين بيهم جدا بالاسلوب والمستوى والاداء الفني والتيكتيكي وكل حاجة من الجهاز الفني واللعبين لكن الاهم الاستمرارية وده اللي احنا منسع عليه وده اللي احنا منأكد عليه جمهور الاهلي واعلام النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله بإذن لنا نشوف فرقتنا زي ما هي كده في احسن صورة فالتركيز كل التركيز مطلوب خلال المرحلة المجبلة ده فيما يتعلق بالدوري وعودة الدوري بعد التوقف ومباريات النادي الاهلي انا عندي برضو جزئية مهمة قوي مش كتير اتكلم فيها وهي خاصة بقائمة الاصابات قائمة الاصابات احنا بفترة من الفترات وهنا انا بالتحديد عايز اتكلم على الجهاز الطبي يعني في النادي الاهلي بفترة من الفترات كان عندنا تقريبا السنين الفاتح اللي تفتكروا لعبنا الزمالك وكسرنا اتنين واحد واحنا نقصين 11 لعيب اساسي بما فيهم الشيناوي حارس المر 11 لعيب اساسي وكسرنا اتنين واحد فالسلبية هنا كتفين فعدد الاصابات الكبيرة لكن المجهود الكبير اللي بيحصل من جهاز الطبي ولازم نأكد على الجزئية دي والشغل الاحترافي المميز ادى ادى الايه دلوقتي ان انت بقت تقريبا قائمة خالية من الاصابات ما فيش دلوقتي غير مرسى عالي لطفي عنده كان مبسيطة كان مبسيطة في الرجبة يقدر يرجع يعني موضوع مش صعب موضوع بسيط جدا ايام ويبقى موجود يعني ان لم يشارك في تدريبات الغد يعني ان فريق النهاردة اجازة عندك مين تاني صباح محسن رجع متولي رجع وبقى جاهز فتقريبا قائمة فاش حد خالص ما شاء الله لكوة تقالي بالله يعني ربنا يحمي الجميع من الاصابات كل الاندية بالمنزل ويش الاهلي بس فده اندال يدل على ايه يدل ان انت بقى عندك جهاز طبي ممتاز بيعرف ازاي يتعامل مع الاصابات بيعرف ازاي يعالج يشخص الاول صح ويعالج صح يحط البرنامج لعلاج الكل لعب في جانب بقى تاني تأهيلي برضو ماشيين بشكل مميز لك هيا بالتحديد بركز على الجهاز الطبي لان كان دايما الناس عندها عدم ثقة في الجهاز الطبي للنادي الاهلي على مدار مراحل كتير فاتت لكن نجي الوقت ان احنا نحط ثقاتنا بشكل كبير في اعضاء الجهاز الطبي في النادي الاهلي لان بصراحة عاملين شغل محترم وده بيقدي بيقدي ان انت بتخلي القايمة بتبقى متكاملة فبالتالي المدر بيبقى عنده خيارات عديدة يقدر يتحرك من خلالها في التشكيل في طرق اللعب فبالتالي تقدر تحقق الناتج المطلوب والكل ماشي بشكل مميز جدا الميزة كمان في النادي الاهلي في فترة حالية ان اي منافس هيجي اللعب الفريق مش هيبقى عارف الاهلي هيلعبك بأنهي طريقة لان قبل ماتش الزمالك كنت بشوف بعض المحللين وكانوا بيقولك ايه بيقولك الميزة في الزمالك انه مستقر طريقة اللعب بيلعب 4-2-3-1 لكن الاهلي مش عارفين هيلعب 4-2-3-1 ولا 3-4-3 لانه في ماتش البنك الاهلي الشوط التاني لعب 4-2-3-1 رغم ان هو ابتدى 3-4-3 فماتش البنك الاهلي وماتش الاسماعيلي ماتش كله لعب و3-4-3 تقريبا فدي زلبية عند النادي الاهلي لا بالعكس انت لما تبقى المنافس نازل لعبك هو مش عارف انت هتلعب بأني طريقة لعب فانت بتعمل خلل فني بالنسبة لهم هم مش عارفين عايزين يلعبوا بأني سيناريو هيلعبوك ازاي اه طبعا مع مجرات المباراة انت ممكن تغير الشكل ممكن تقدر تعدل وتعالج وكل الكلام ده لكن يا بشوف ان دي ميزة دي ميزة عند النادي الاهلي ان الاهلي بيجي دي اللعب بطريقتين وممكن تلاتة كمان وممكن اكتر فبالتالي تقدر تتعامل وتكسب زي مثال مثلا مباراة البنك الاهلي اللي عبت 4-3 الشوط التاني لقيت الدنيا مش ماشي معاك روح تمعدل الطريقة ودي حاجة ايجابية تحصل للمسيماني الناس انتقادته على الشوط التاني في ماتش الزمال وتغيراته فعدلت الخطة في الشوط التاني في ماتش البنك قدرت تجيب جن بن جن محمد شريف فاكسبت خطة 3 نقط فالتنوع تنوع طرق اللعبة بالنسبة لنادي الاهلي برضو دي ميزة كبيرة ما عرفش الناس ليه ما بتتطرقش لها وبرضو البعض مركز شوية على السلبيات بالنسبة للمسيماني مش لاقي تفسير للجزئية دي اتكلمنا كتير على دعم المسيماني وحنستمر في الحديث عن الجزئية دي بالمناسبة يعني الشيء بالشيء يسكر لان الرجل بصراحة محقق كل المطلوب على مدار الفترة اللي فاتت ففي المجمل يعني في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للنادي للأهلي جهاز فني واللعبين وان شاء الله بإذن الله يستمروا في هذه الانطلاقة المميزة بدأت من يوم الجمعة أمام المقاولون العرب في هذه المباراة الصعبة والهمة جدا في الجولة الرابعة من بطولة الدور يعني هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عندنا نفسه أمور كتير جدا عايزين نتطرق لها استنون أهلا بحضراتكم مرة تانية تأكيدا الكلامي اللي اتكلمت فيه مع بداية الحلقة وأخبار رحيل بعض اللاعبين فأنا أجيب لكم كده فكرة مهمة قوي قوي يرى أول خبر ده ده خبر عادي تمام؟ قال لك أن نادي الأهلي يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري المصري بعد مرور ثلاث جولات المريض الأحمر سجل عشر أهداف أقوى خط تدفعه والبنك الأهلي الذي لم يستقبل سوى هدف وحيد كان من نادي الأهلي الأهلي استقبل ثلاث أهداف بس إليه في موارات الزمانة ده حل زي فل تعال بقى اللي بعد كده ركز معي الوطن الرياضي يلا عد نعد مع بعض يلا بينا موسيما يتمسك ببقاء أحمد عبدالقادر ويرفض رحيله عن نادي الأهلي أدي رقم واحد تعال لبعده سيد عبدالحفيز يوضح موقف الأهلي من رحيل معلول وديانج نفس السؤال ماشي اللي بعده تعال نروح للأهرام قال لك أخبار لأهلي حقيقة عرض أيكس أمستر دام الهولندي الأكرم توفيق خش على بعده كده إحنا كان بعدنا كانت هاتة والأربعة الأهلي يحسن موقف الشحات من الرحيل في يناير أدي خمسة ماشي ودي السادس المقاولون العرب لم نفاوض الأهلي لضم الرامي الربيعة في يناير أدي ستة ها بتعدوا معي ماشي فرمان موسيما يمنع محمد شريف من الرحيل عن الأهلي في الشتاء أدي سبعة عاجل الأهلي يحصل على توقيع محمد حمدي ظهير أيسر بيرم أدي تمانية من دمن الأخبار برضو الغير منطقية تمام الوطن سبورت ده خبر حنعلق عليه بعد ما خلص بقى الجزئات اللي فاتت دي موسيما يطلب من كيروش استبعاد الشنوي أمام الجابون وده يعني خبر برضو غير منطقي لكن احنا عدنا كام خبر النهاردة اللي يعني شفناهم دول اللي احنا ايه شفناهم اللي زمالي في الاعداد شافوهم لقوهم قدامهم بتكلموا عن ايه عن رحيل لعبين وعن تعاقد مع لعبين تقريبا ثمان أخبار ثمان أخبار فتعالي نمسك خبر خبر كده أول حاجة قالك الوطن ان موسيماني يتمسك بوقاء أحمد عبدالقادر ويرفر رحيل وهو الرجل اللي يلعب أحمد عبدالقادر ومين قال ان هو حيمشي وحيمشي ليه وفين المشكلة أصلا فين القزمة عشان يمشي فين الموضوع ايه الهدف من الحاجات دي ايه المطلوب من الحاجات دي المطلوب يقول ان انت دايما تحاول تهد استقرار الأهلي الفرقة فرقة ماشي كويس فصعبان عليك ان الفرقة ماشي كويس فيالله هب أحمد عبدالقادر اللي هو غير منطقي أبدا ان هو يمشي دلوقتي غير منطقي أبدا رجل لسه راجع من الأعرة وموسيماني موسيماني في حساباته جدا جدا أحمد عبدالقادر شفنا الكلام ده في مطش الإسماعيلي الرجل نزل وقدة بشكل ممتاز وأحرز هدف شفنا الكلام ده في مطش البنك الأهلي نزل وشارك كان حيشارك في مطش الزمالك بالمناسبة له الأصابات بدر بنون وأيمن أشرف فبالتالي ما شاركش في المرة دي بالسبب ده تحديد كان هو عمر نازلين فليه حيمشي أحمد عبدالقادر ليه فدي حاجة الحاجة التانية ده الحساب الرسمي للمصر اليوم أو المصر رياضي على تويتر بيقول لك تصريح وتوضيح من الكابتن سيد عبدالحفيز المواقف الأهلي من رحيل معلول وديانج والتصريح ده ما نقول عن موقع دو سبورت ده أعتقد موقع أماراتي يعني بحكم تواقض الكابتن سيد عبدالحفيز في الأمارات في الفترة الحالية فبالتالي سألوا قالوا لحن نسمع تقارير كتير جدا من مصر الناس بيقولوا إن ديانج وقفشة جايلهم عروض ومعلول موقفه أم التجديد وكلام منت فالكابتن سيد رد عليهم قالوا يا جماعة إحنا ما فيش أي عرض رسمي جي للنادي الأهلي وده الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم بقالنا ثلاثة ياب ما فيش أي عرض رسمي جي للنادي الأهلي ولو جي عرض رسمي إحنا بنناقش الموضوع وبنشوف مصرحة النادي وقايمة الفرقة اللي احنا دايما بنسعى كنادي أهلي إن إحنا نقويها وبعد كنا نشوف مصلحة اللاعب وبنتوافق مع بعض في المصلحة العامة وفي الآخر بناخد القرار لكن حالياً ما فيش أي اتجاه للرحيل أي لعب لأن أنت مجبل أعلى شهر يناير ورد جداً يجي لك عروض ورد جداً إن ممكن حد الجهاز فاني يحس إنه هو مش محتاجه فيقول لك الأحسن نطلعه آرة مثلاً مثلاً يعني ورد جداً حد يمشي في السيف ممكن بعد انتهاء الموسم لكن الكلام ده كله سابق لأوان وده اللي بيقوله كمان الكابتن سيد عبد الحفيز من خلال الخبر لكن الناس مركزة على الموضوع ده أنا مش عارف السبب إيه في الحقيقة تعالوا نروح للرقم 3 أكرم توفيق جاله عرض على حسن مكاتبين كده ويمكن هما قدرة بس ما اعتقدش إن هما حيبوا قدرة من نادي الأهلي قال لك إن أكرم توفيق جاله عرض من أيكس أمستر دان طبعاً حاجة كويسة جداً لكن هل جي عرض؟ والله العظيم ما جي عرض ممكن يكون فيه وكلة بالكلام وممكن ما أكسر كلام الوكلاء ما أكسره كتير قوي كل واحد بيسعى ويحاول إن هو مثلاً يطلع لعيبه وبتاعه ويجيبه شغل ما فيش مشكلة عادي حاجة طبيعية لكن هل كلام الوكلة بيبهور رسمي؟ لا الرسمي لما يجي لك فاكس من نادي لنادي عايش تريعيب هل جي حاجة ما جياش طب خش على بعض ده بالنسبة لأكلم توفيق حسين الشحات من الأول ما جاءي الأهلي وكل فترةٍ własقتلاتي ويفط رابعية يقول لك وقبل حتى فترةٍ يقول لك ايه أصلي حسين الشحات حيمشي أصلي حسين الشحات مستوي جي مش عارف ماله حتى في عز مستوي يقول لك أصلي حسين الشحات حيمشي أنا مش عارف ايه المطلوب من حسين الشحات ايه المطلوب من نادي mie Emir هل لازم الأهلي فهل من منطقي أن يطلع أخبار على رحيل حسين الشحات هل من منطقي والبديه كده وإحنا نفكر مع بعض أن الأهل يفكر أن يمشي لعيب بقيمة حسين الشحات بإمكانياته وإنت عايز تأخذ بطولة أفريقيا مرة الثالثة على التوالي والحيداشر في تاريخك إزاي يعني أنت لو قررت كده وفكرت كده فدايب حيبقى عكس أهدافك لإنت عايز تحققها الأهل دايماً فريق بطولة أهداف الأهل مش فريق استثماري الأهل هي أهداف البطولات أو في نفس الوقت بيدور على مصلحته ومصلحة لعيبته دي كلها أمور طبعية في كرة القدم يعني فبرضو من ضمن الأخبار الغريبة خش على اللي بعد رامي الربيعة قالك تصريحات من المقاولين العرب أصل رامي الربيعة احتمال يروح المقاولين العرب وهم هنا بيستندوا أن الرامي فعلاً بصراحة كان رايح المقاولين العرب في شهر يناير الماضي وكان خلاص يعني على وشق الرحيل على سبيل الأعار بس ما حصلش نصيب موضوع مكملش فبرضو هنا خبر من ضمن الأخبار استنتاجية ممكن بقى السنة دي يتجدد الموضوع اللي نفى الموضوع مين بقى مش إحنا مش إحنا لنا في ناة ده الكابتن محمد عادل تمام المشرف على الكرة بالمقاولين العرب قال له ما جماعة فيش كلم ده وما حصلش أصلاً رامي الربيعة طبعاً العيد كبيرنا نتمنى أنه يكون موجود لك الغير دلوقتي إحنا ما تكلمناش في حاجة مع النادي الأهلي بخصوص رامي ربيعة وما فكرناش في القصة لحد دلوقتي يعني وارد أنهم يفكروا لكن لحد دلوقتي لا وارد لما يفكروا أهلي يرفض لأن رامي برضو لعيبه الخبرات عظيمة جداً ولعيب ممتاز جداً فهتروح مماشي رامي طب ويفرض لقدر الله حصل إصابات في خط الدفاع وانت بتلعب تلاتة دلوقتي في المركز ده فأكيد هتلجأ لنجم كبير زي رامي ربيعة فالحسابات يا جماعة في حسابات كتير جداً في الأمور اللي زي دي مش مجرد أخباره بتتقل وخلاص قال لك بقى إيه مسماني قرر أنه يمنع محمد شريف من الرحيل على الأهلي في الشتر هل فيه اختلاف على الإمكانات محمد شريف طبعاً مفيش اختلاف هل محمد شريف أجمد مهاجم في مصر لوقتي طبعاً أجمد مهاجم في مصر ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه هل وارد يجيله عروض وارد يجيله عروض هل جالوا عروض ما جالوش أي عروض الأهلي حيوفق يبيعوه في يناير أنا بقول له حضراتكم بنسبة 99 وتسعة من عشرة مش عايز أقول مية في المية لأن كل شيء وارد في كرة قدم لكن بنسبة 99 وتسعة من عشرة ما ينفعش لأنه برضو لو بعتوا حيبدأ عكس الاتجاه اللي انت ماشي فيه في حظ المزيد والمزيد من الألقاء وسعاد جمهور النادي الأهلي اللي عندها الهدف الأول والأساسي عند مسؤولي النادي الأهلي دائماً وأبداً فكلام برضو غير منطقي قادي محمد شريف خشي بقى على حاجة مختلفة شوي قالك الأهلي خلاص وقع مع محمد حمدي ظاهر أيسر بيرميز هو العيد طبعاً كويس هو ابن من أبناء النادي الأهلي ولاعب دولي وموضوع أن عقده حينتهي آخر الموسم برضو ده يندرج تحت الأخبار الاستنتاجية لكن هل هل الأهلي مضى أو وقع مع محمد حمدي الكلام ده ما حصلش لعب كان متصعد مع جريده ولعب كان موجود في صفوف النادي الأهلي ورحل وبيقدم مستوىات كويسة وارد أن أنت تفكر فيه بس دلوقتي مفيش أي تفكير فيه لأن أولاً إحنا مدخلناش في الفترة القانونية أن أنت تقدر تتكلم فيها مع أي لعب أنه هو ينضم لصفوفك لو عقده حينتهي الكلام ده الفترة القانونية حتبقى إمتى في يناير فمش من المنطقي أن ده يحصل طب بصي بقى متن الخبر بيقولك إيه بيقولك أصلي فيه مسؤولين في النادي الأهلي مسؤولين كبار قعدوا مع اللاعب الكم يوم اللي فاتوا دول ده متن الخبر بقى حضرتكم مش شايفينه أنا شايفه قدامي هون تمام قعد معه خلال الكم يوم اللي فاتوا ووقع معاه وأن اللاعب مضى للأهل طب إزاي واللعب أصلاً موجود مع منتخب مصر إزاي يعني الراجل موجود الأهلي يروح في المعسكر تعالى منتخب الموضي في فترة قانونية ده كلام غير صحيح بالمر غير صحيح بالمر ونفس الوقت الأهلي عنده ثلاثة في المركز ده عنده علي معلول ما فيش أحلى من كده ولا أروح من كده ما شاء الله عليه عنده أيمن أشرف وعنده محمود وحيد التلاثة ما شاء الله عليه من الوارد أن يحصل جديد واتفكر في زهير أيسر تاني لكن لحد اللحظة دي ما فيش كلام ده خالص 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 يعني نروح للوطن وده فيما يتعلق بقى بالخبر الأخير اللي أنا قلت رحل لكم هنعلق عليه بس أنا حبيت أأكد زيادة عن موضوع الأخبار العديدة المغلوطة عن نادي الأهلي في فترة حالية بحكم أنه ما فيش مطشط للأهلي ما فيش أخبار ما فيش أحداث فقالجأ بقى الموضوع الرحيل والانتداب والكلام من ده وده كلام جرمنطقي لكن دورنا دايما كقناة النادي الأهلي مش ببرنامج ده بس كل البرامج دورنا إن إحنا نوضح لحضراتكم كل الحقائق وما تشغلوش بالكم خالص بأمور زي دي خالص لأنها مش موجودة حتى هذه اللحظة خلينا نروح بالوطن سبورت ولي بيقوله إنه موسيباني طلب من كيروش إنه مايلعبش الشناوي في مطش الجمون برضو يا جماعة والله أنا مش يمش بان في المجرد النفي بس حررتك كده فكر معاي هو موسيباني ليه الحق إنه تدخل في اختيرات كيروش إنه يلعب مين وما لعبش مين هل كيروش ده مدرب صغير عشان يسمع كلام موسيباني لو تدخل إنت هتقول لي ما تلعبش الشناوي فمعليش عشان يريح شوية هلروح أسمع الكلام لا طبعا رغم إنه وارد إنه كيروش يريح الشناوي عشان يدي مثلا أبو جبل مباراة خلاص إنه حسان تصعود دوارد يحصل لكن عمره ما هيحصل بتدخل من أي مدير فاني لأي نادي تاني سواء أهل أو زماكة أو أي نادي تاني فخبر غريب شوية لكن في كل أحوال هنشوف ملاح يلعب أساسي بكرة مع منتخب مصر نتمنى لهم كل التوفيق بعد الفاصل هنتكلم بقى بتفاصيل أكتر عن منتخب وآخر استعداداته لمباراة الجامون فبالتالي يستنون يلا طيب منتخبنا الوطني الأول خلاص طبعا زي ما احنا عارفين الحمد لله تأهل للتصفية النهائية من التصفية الأفريقية المؤهلة لكاس العالم ويا رب نكون موفقين في هذا التأهل الحديث شوية عن هل ننفع نبقى موجودين في التصنيف الأول لأن احنا لحد دلوقتي مركز السادس في أفريقيا فبالتالي هنبقى في التصنيف الثاني فالمؤكد يا جماعة عشان ما نبقاش حطين أمال كبيرة على الجزئة دي بالنسبة كبيرة قوي قوي خلاص احنا تصنيف تاني موضوع النقاط ما يساعدش لأن انت كمان تعادلت مع أنجولا ونجاريا كسبت الأمل الوحيد بالنسبة لك ايه الأمل الوحيد بالنسبة لك عشان تبقى موجود مع الطوب فايف ها ان تونس تخسر وده ما نتمنهوش لأن تونس يعني منتخب عربي شخيق لكن يا ريت لو نجاريا تخسر تخسر انت مكان نجاريا تبقى الخامس حلو فبالتالي تلاعب أصحاب التصنيف التاني في أفريقيا فممكن ربما ربما الأمور تبقاسها رغم التصنيف التاني ده غانة موجودة فيه بعدما كسبت جنوب أفريقيا بدرب الجزاء وهمية وهمية تمام وممكن يكون موجود كوديفور أو الكاميرو اللي اتنين بيصاروا على طاقة التأهل للمرحلة النهائية ممكن يكون موجود منتخبات كتير مميزة الكونغو نفسها مع كوبرا سواء تبقى تصنيف أول أو تاني مطشط صعبة جدا لكن السكة كل السكة في الجهاز الفني بقياة كروش مدرب كبير جدا واللعيبة والجيل المميزة موجود لمنتخب مصر فخليني أقول لحضراتكم سريعا اللي تأهل حتى الآن لتصفية النهائية مصر والمغرب والسنغال ومالي والقنهو وغانا دول ست منتخبات تأهلوا في انتظار إيه؟ في انتظار أربع منتخبات أخرى مين هم اللي ممكن يتأهلوا في مطشط بكرة أقول لحضراتكم مطشط سريعا بكرة الساعة ثلاثة مزمبيك مع ملاوي مطش مالوش يعني أهمية مصر مع الجابون مطش مالوش أهمية أنجولا مع ليبيا أو ليبيا مع أنجولا مطش في ليبيا مطش أيضا مالوش أهمية الثالث مطشط دول الساعة ثلاثة الساعة ستة بقى والساعة تسعة هنا ضربه كله يعني ناجيريا هتلعب مع الراس الأخضر ناجيريا عندها 12 نقطة والراس الأخضر عندهم إيه عشرة لازم الراس الأخضر يكسب عشان يتأهل ناجيريا يكفيها التعادل تمام لو خرجت ناجيريا أنت تبقى مكانها تصنيف قوي المباراة التانية اللي هتبقى قوية جدا لكن بنسبة كبيرة الجزائر هتحسبها بحكم قوة الفرقة وأن هي هتلعب على ملعبها فالجزائر عندها 13 نقطة هتلعب مين بوركينا فاسو اللي عندها 11 نقطة لازم بوركينا تكسب في الجزائر عشان تتأهل المطش ده هتكون الساعة كام؟ الساعة 6 فيه مطش تاني الساعة 6 ليبريا وجمهورية أفريكا الوسطى برضو مطش ملوش أهمية المغر التأهلية خلاص عندها مطش مع غينيا الساعة 9 خش بقى على مطش مهم جدا ما بين تونس وزنبيا تونس عندها 10 نقاط زنبيا 7 نقاط المنافسة ما بين تونس وغينيا الاستوائية اللي حيكون عندها مباراة خارج ملعبها مع مروتانيا تونس عندها مباراة على ملعبها مع زنبيا لازم تونس تكسب عشان تتأهل تمام؟ فهنا برضو المنافسة في الحتة دي عندك بقى المباراة الأقوى في وجه تنظري بحكم المنافسة التاريخية ما بين المنتخبين دول الكاميرون وسحل العاج الكاميرون 12 نقطة وسحل العاج 12 نقطة بس المطش هتلاعب فين؟ هتلاعب في الكاميرون دي مباراة أيضا ساعة 9 لازم سحل العاج يتعادل تمام؟ أو يكسب عشان تأهل والكاميرون ما عندهش حال تاني غير أنها تكسب على ملعبها عشان تتأهل والاتنين أيها نكمل اللي هتأهل فيه وحيبقى تصنيف تاني ده بخصوص المباراة بتاعة بكرة طيب خلناها بقى نروح لأخبار المحلية اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني نبتدي بانضمام منتخبنا وده من خلال حساب الرسمي للاتحاد المصري كورت القدم انضمام كناريا المعسكر المنتخب بعد صابت عبدالله السعيد فبالتالي قرر مستر كارلوس كيروش أنه هو يضم كناريا لعب سموحة لعب من اللاعبين المميزين وبالمناسبة اسمه محمود المتولد بالمناسبة ميزة أوي وحاجة إيجابية أن يكون فيه متابعة لكل اللاعب وأن يبقى فيه عناصر جديدة موجودة فأنت بتخلق حالة من الحماس وحالة من الدوافع عند كل اللاعبين في الدوري المصري ده هيعود بالنتجة الإجابية على الدوري وأيضا على منتخبنا الوطن كيروش يضحي بخمس لعبين من التشكيل الأساسي أمام الجابون دورت جدا لانت خلاصت ضمانة التأهل وبرضو حسابات الإنذارات لأن فيه ناس عندها إنذار واحد لو خدوا إنذار تاني يجيبوا عن المباراة المجولة اللي هي هتكون المباراة الحسيمة أو المباراة تاني الحسيمة تاني دي أهم الأخبار بخصوص منتخب مصر هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع ناخد آخر فقرة في حلقتنا واللي بتتعلق دايما من جمهور النادي الأهلي بتواصل معنا من خلال السوشيال ميديا يلا بي سؤال حلقتنا النهاردة كانت إيه توقعاتكم لتشكيل منتخب مصر في مباراته أمام الجابون جدا فبالتالي تعالوا ناخد تفاعلكم معنا نبتدي بولاء عبدو واللي قالت حيكون الشناوي في حراس المرمى أحمد فتوح أيمن أشرف أحمد فتوح أعتقد من شراب لأنه عنده إنذار وعشان كمان تقريبا مصاب ما أعتقدش نوع جاهز لهذه المرات أيمن أشرف أحمد حجازي أحمد فتحي سلية حمد فتحي نني أفشة محمد شريف محمد صلاح بالنسبة كبيرة برضو نني ممكن ملعبش عشان عنده إنذار برضو عندنا أمير قال إيه قال الشناوي أيمن أشرف الونش فتوح أكرم السلية أحمد فتحي أفشة صلاح شريف مصطفى محمد طيب تعالوا ناخد مين تاني ناخد محمود نجم واللي قال حيبدأ بالشناوي محمود علاء حجازي البكين فتوح وأيمن والديفندر سلية والنني وقدام صلاح أفشة وشريف مصطفى محمد محمد صبحي كمان قال الشناوي أحمد فتوح حجازي أيمن أكرم أكرم برضو بالنسبة كبيرة ما إيش هيلعب عشان عنده انذار حمد فتحي النيني السلية أفشة محمد شريف محمد صلاح دي كانت توقعات حضراتكم بخصوص تشكيل المنتخب نتمنى طبعا المنتخب بكرة كل التوفيق في مموراتكم مهمة وخير استعداد من ضمن استعداد المنتخب لمرحلة الأهم اللي هتكون سواء كاس العرب بطولة اللهم أفريقية كمان المرحلة الحاسمة في تأهل كاس العالم إن شاء الله نكون موفقين في كل هذه المراحل دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بأخبار وتفاصيل جديدة تخص ندينا الحبيب النادي الأهلي إلى اللقاء